نعم يعني الحركة توقفت بسبب جراء ما حدث في الأمث هناك يعني عدم دخول يعني المعبر من الجانب المصري مفتوح ولكن بسبب الإجراءات التي تمت هناك يعني توقف لدخول المساعدات لشاحنات المساعدات التي كانت تقف أمام المعبر والتي كانت تعمل ربما خلال الأيام الماضية بوتيرة أعلى لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات وأيضا تدفق حركة المسافرين القادمين والذهبين من مصر إلى قطاع غزة يعني هذا هو المشهد يعني سواء في المعبر والمشهد قريب منه حتى فيما يتعلق بالعريش بوجود هذه الشاحنات هذه المشاهد المكررة في مدينة العريش التي تبعد حوالي 50 كيلو متر من المعبر سواء في عمق مدينة العريش أو على الطريق الذي يصل ما بين العريش إلى معبر رفح هناك المئات من هذه الشاحنات والتي كان يرى كثيرون بأنها لا تزال تمثل المتنفس الأبرز فيما يتعلق من دخول المساعدات الإغاثية على الرغم من وجود محاولات لإدخال مساعدات أخرى عن طريق الإنزال الجوي وغيرها ولكن هناك تساؤلات حول المشهد الآن فيما يتعلق بالمساعدات على ضوء إغلاق مع براي كرم أبو سالم ورفح هذا بالنسبة للمساعدات فيما لو أردنا معرفة مصير من أرادوا العودة إلى قطاع غزة ما مصير هؤلاء وماذا عن آخر دفعة متى كانت آخر دفعة خرجت من غزة الحركة كانت في المعبر مفتوحة حتى ساعات العصر أمس منذ الإعلان عن التوغل الإسرائيلي والسيطرة على معبر رفح من الجانب الإسرائيلي لا توجد أعداد دقيقة فيما يتعلق بالدخول المسافرين هناك عدد من الإجراءات التي تتم ومن ثم يكون هناك عودة وإجراءات لتعلق بالتنصيق ما بين الجانبي المعبر المصري والمعبر الفلسطيني سواء للقادمين من غزة إلى مصر أو الذين يعودون من شمال سيناء من الفلسطينيين إلى قطاع غزة من خلال هذا المعبر الآن هناك غموط كبير حول هذا الموقف ومتى سيعود؟ يعني الآن كل يتحدث بأن هذا المشهد ربما سيستمر لفترة ومن ثم هناك حالة قلق تسيطر على الكثير من الفلسطينيين الذين يتوجدون في مدينة العريش إما للعلاج أو إما في زيارات حول إمكانية أن يكون هناك عودة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ولكن السؤال مؤجن إلى تداعيات المشهد بشكل نعام شكرا جزيلا لك مرسل العربية أحمد عثمان كنت معنا مباشرة من العريش